التقرير وبشكر الزميل طريق هاشم ولكن أنا وجهة نظري الشخصية مفيش أمن في البلد جماعة واللي بيحصل من كل الفرق اللي بتروح من بورسعيد بتروح بره بورسعيد ويتم الاعتداء عليها وعدم تأمين أي فريق من بورسعيد من كل محافظين ومديرين الأمن في المحافظات المختلفة ده بيحط علامة استفهام لإلا هم خايفين أن هم يلاقوا نفس مصير مدير أمن بورسعيد اللي تم حبسه 15 سنة بعد أحداث مباراة المصري فبالتالي قال لك أنا مش هشيل الليلة وأنا مليش دعوة وكورة إيه وبتاعي ونيلة إيه في نفس الوقت السنة الجاية هل المشكلة انتهت؟ هل الأمن قادر؟ هل المصري يقدر يلعب مع الأهلي تاني في الوقت اللي جاي ده؟ يعني في بعض الأحيان بتكون القرارات صعبة جماعة القرارات صعبة بس هل ممن طالبوا بعودة المصري الموسم القادم يستطيعوا أنه يؤمنوا ولادهم عندهم القدرة؟ ممكن عافية بقى وبتاع كل واحد بالدراعه وبتاعه لكن على أرض الواقع للأسف لا وجود للأمن مش في كرة القدم فقط في كل حتة حتى الناس اللي مش مفيش ضغينة ما بينهم ومبين حد تاني مش مش آمنين ما بالكم بقى ما بيكون في ضغينة ما بين طرفين في أحداث مباراة قدت إلى مقتل 72 شاب طيب أنا في النهاية الله أعلم القرار السليم له وجهة نظر كامل أبو علي البعض الآخر له وجهة نظر المصري من وجهة نظري ليس له علاقة بالموضوع كان من المفترض أن يعاقب وعوكب لكن طبعا القصاص والقتل والحاجات دي تقصة تانية لكن كنادي مصري أنا أقولها لكم لو حصل ده ما بين الآهل والزمالك لن يعاقب الآهل ولن يعاقب الزمالك لن ينزل الآهل للدرجة التانية لن ينزل الزمالك للدرجة التانية أقول لكم حقائق وفي نفس الوقت الآهلي بعد جماهير قلتة سلاوي وبعد جماهير الزمالك والإسماعيلي بينزلوا الملعب واختاحهموا مطش الأفريق التونسي والأهلي نزل في توسكر الكيني والزيسكو الزامبي ومحدش بيعرف يعمل حاجة في مجلس دارة الأهلي ولا الزمارك ولا الإسماعيلي ولا أحد يسيطر الأمن هو المسيطر فبالتالي محدش يقول لي مجلس دارة له دعوة ولا لعبة المصري اللي لعبوا لهم دعوة بدليل الأهلي لعب أمام لعبة المصري اللي فيهم سبعة تمانية بلعبه في سموحة وسعد الدين السمير اللي كان بيلعب في المصري رجع بيلعب في النادي الأهلي نروح للمحلة برضو زي ما قلت لكم محدش مرتاح نروح للمحلة ونشوف خنائة بعض جماهير المحلة مش عايزين الدماني وفي الآخر بيصلحوا عبداللطيف الدماني أصغر مدير فني في الدوري العام نروح ونجعلكوا تاني بقول الرأس الحاجة دي كلها فهد عب عليم هو السبب المشاكل من أول فهد عب عليم ده كان عندنا رئيس شركة غزي المحل تمام الأصولي استورة حصلت والناس اللي كانت عليهم شبهات مشيوا الأصولي الأصولي اللي زي ده ما يمسكش منصب النهاردة الرجل ده ماسك رئيس الشركة القبض الرجل اللي كان بيقوي واحد اسمه السيد خير الله السيد خير الله ده اللي كان بيعمل صفقات من تحت الترابيزة اللي مكانش لمصلحة خالص في المحلة قال لا مصلحته جيبه فقط جميع الصفقات بتحصل منه أو من تحت الترابيزة أو 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 وآخر حاجة حصلت موضوع الخصم يبدأ على عيب معين كان علي خصم 160 ألف جنيه الخصم ده تشال في ظل عدم وجوز في عدم وجود فلوس في شركة غازل المحلة الخصم ده تشال 160 ألف بناء على إيه إن خصم زي كده فلوس مبلغ زي كده يتشال الخصم من عنده لأن ديها غارت مدربينها إلا المحلة والزمالك عشان الزمالك بينافس وراجل الشغال بتاعه وقعد يكسر المحلة بقى الوحيدة اللي غيرتش مدربة كميع المدربين كلها اللي غيرت مدربة هعدلك هنوعدك الساعة